خلينا نروح الجزء اللي على الشمال خلينا نكبر شوية هنا يكون في حاجة اسمها خلايا لايه المناسل اللي هي هنا الميل جانتز تو تستيز اللي هم دول خلاص كده والفي ميل جانتز التو اوفريز اللي هم دول يبقى هنا الخصيطين في الذكر والمبيضين في الانتر عدد الكروموسومات فيهم بيكون 46 عدد الكروموسومات قبل الانقسام يعني الحتة دي ساعات كتيرة بتتسائلوا فيها ان هو لو جاء لك خلية من خلايا المبيض او الخصية قبل الانقسام الميوزي بيكون فيها 46 كروموسوم ما بيحصل لهاش اختزال لان اللي اختزال بيحصل لما بيتكون الحيون المناسل ببويضة ودي هنقولها دلوقتي يبقى المفروض ان عدد الكروموسومات هنا حاجة اسمها دي بلويد يعني ايه دي بلويد دي بلويد يعني ثنائي الصيغة الصبغية حتى داي يعني اتنين طبعا احنا للتبسيط احنا ذكرنا الكاريوتيوب قبل كده كزا مرة وشفنا بقى اعداد الكروموسومات من واحد الاتنين وعشرين احنا جبنا بقى هنا طبعا التلاتة وعشرين بس عشان ده اللي يهمنا دلوقتي التلاتة وعشرين في الميل والفي ميل في الميل طبعا بيكون الواي هنا زي ما قلنا والأكس في الفي ميل بتكون الأكس والأكس مش كده لما بيحصل بقى هنا خلينا نيجي تحت هنا شوية لما بيحصل هنا بقى الانقسام الميوزي الانقسام الميوزي اللي هو ايه الماياتيك ديفيجن لما بيحصل الانقسام الميوزي في خلايا المناسل بتنتج حاجة اسمها الخلية التناسلية السيكس سيلز او الجاميس طبعا زي ما احنا شايفين هنا شايفين هنا دابل واحد نين تلات اربعة دول في حيود اربعة كده تلت تبسيط بس هنا بيوصل اتنين هنا بيوصل اتنين هنا بيوصل اتنين هنا بيوصل اتنين يعني نص العدد نص عدد ايه نص الاربعة اربعة على الاتنين باتنين يعني النص خلاص كده الخلايا اللي نتج دي نتيجة الانقسام الميوزي في خلايا المناسل هي بنقول عليها الجاميتات او الجاميتس الجاميتس نرجع بقى هنا لإيه للجاميتس دي بقى اللي بتهمنا برضو الجاميتس دي اللي هي إيه اللي هي السكسلز او الخلايا الجنسية ودي بتبقى طبعا هنا بتبقى البويضة الأوفم وهنا ده الحيوان المنوي السبير دول بقى يا جماعة بيكون فيهم نص الكروموسومات اللي موجودة في الخلايا العادية او الخلايا الجسدية لذلك بنسمهم هابلويد هابلويد يعني احادي الصيغة الصبغية ماشي كده يبقى هابلويد حتى ها ها دي جاي من هاف يعني من نص ماشي كده احادي الصيغة الصبغية احنا طبعا هنا برضو للتبسيط ما جبناش الثلاثة عشرين كروموسوم الاولانين جبنا الاخير ده الواي مكبروا كده هنا شوية ده الواي والتاني ده اللي هو الايه الاكس او رجعنا هنا في الفيميل هنلاقي ايه هنلاقي هنا دي الاكس وده الاكس نرجع بقى شوية كده خلينا نتكلم بقى على الجاميتات شوية الجاميتات او الجاميت هي الخلايا التناسلية للكائن الحي وزي ما قلنا تحتوي على نص المادة الوراثية لخلية الجسم العادية دايما كده بيجيلكم في الاسئلة يقول لك تو ان وبعدين يقول لك ان دي طبعا تبقى ان خلاص كده الخلايا الجنسية الانثوية لمعظم السديات هي البويضات هي دي البويضة وكل البويضات زي ما شفنا كده بتحتوي على الكروموسوم الجنسي اكس يعني ما فيش بويضة فيها الكروموسوم جنسي واي ولذلك لو جينا عرفنا البويضة هنقول ان هي خلية جنسية انثوية تحتوي على الكروموسوم اكس في بقى هنا الناحية التانية الخلايا الجنسية الذكارية في الانسان وهو الحيوان المنوي دي ممكن تحتوي زي ما احنا شفنا كده هنكبر تاني لا الا على واي لا الا على اكس ماشي كده كذو ما هي بقى في الحتة دي عشان عايزين نقول ان الحيوان المنوي هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين لان احنا هنا عندنا الحيوان المنوي ليه احتمالين احتمال ان هو لما بيجي يحصل انقسام الميوزي ان بعض الحيوانات المنوية بتكون فيها واي هم نقول هنا ده نص صح مش دي قلنا نص الديبلايت يعني هنا لما تكون بدقين بتو ان بتوصل لان لذلك بيبقى فيه 22 كروموسوم جسدي واحد كروموسوم جنسي الكروموسوم الجنسي ده لا الا هنا بيكون اكس لا الا هنا بيكون ايه بيكون واي فدي نقطة مهمة لذلك عند اندماج الحيوان المنوي اللي بيحمل اكس مع بوايضة انثوية قلنا كده كده الانثة لازم اكس ما فيش فيها واي لو الاكس جي مع الاكس يبقى البروباباليتي او الاحتمالية ان شاء الله دي تكون انثة لكن الواي لما ييجي مع الاكس يبقى اكس واي يبقى ده الاحتمالية ان شاء الله تكون دكرة ولذلك نظر لقدرة الحيوان المنوي على حمل كروموسوم اكس او واي لذلك الحيوان المنوي أو الذكر هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين